أعلنت وزارة الصحة تجديد الإجراءات عبر المعابر الحدودية لفحص جميع القادمين إلى المملكة وإخضاع أي حالة مشتبه بها للحجر الصحي بعد تفشي فيروس كورونا في الدول المحيطة الدكتور عدنان إسحاق مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية ومسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة قال إن الأردن أصبح وسط منطقة ملتهبة بسبب تفشي فيروس كورونا وقد أعلنت وزارة الصحة عزمها فحص جميع المسافرين القادمين من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتجديد الرقابة والإجراءات الوقائية على جميع المعابر والمنافذ الحدودية تحديدا معبر جابر الذي يدخل منه اللبنانيون القادمون برا إلى المملكة وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايل قال إن إجراءات احترازية إضافية ضد كورونا بدأ تطبيقها اليوم في ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة به في كوريا الجنوبية وإيران حيث قررت الحكومة منع دخول غير الأردنيين القادمين من إيران وكوريا الجنوبية إلى المملكة بالإضافة إلى القادمين من الصين موطن المرض وذلك كإجراء احترازيا مؤقت